السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله اليوم نشرح موضوع المفرد والجمع في اللغة الانجليزية طبعا قبل ما نشرح موضوع المفرد والجمع لازم نفرق من حيث المعنى شن الفرق بين المفرد والجمع باللغة الانجليزية لما اقول على الكلمة مفرد فهي كلمة تشير الى شيء واحد او شخص واحد اوكي لما تكون الكلمة تشير الى اكثر من شيئين او اكثر من شخصين يعني اذا شخصين او اكثر فراح تكون الكلمة جمع إذن الفرق بين المفرد والجمع أن المفرد يشير إلى شيء واحد أو شخص واحد حصرا بينما الجمع يشير إلى أكثر من شخص يعني إذا صاروا شخصين أو شيئين رح يكونوا نجمع باللغة الإنجليزية هذا بالنسبة من ناحية المعنى الفرق بين المفرد والجمع نجي شلون نحول الكلمة؟ الملاحظة الثانية قبل ما نحول الكلمة طبعا أن الأسماء مو فقط باللغة الإنجليزية بكل اللغات ما للعالم هي الفقط التي تجمع يعني فقط الإسم بخاصية الجمع باللغة الإنجليزية بالنسبة للجمع رح يكون عندنا نوعين من الجمع جمع قياسي يعني شنو جمع قياسي؟ يعني رح نضيف S إلى الكلمة حتى نجمعها يعني نقيس وجود S إنه هاي الكلمة جمع وجمع شاذ يعني عدم وجود S يعني نجمع بعدم إضافة أو ما نضيف S للكلمة بس عندنا قواعد لما نضيف S للكلمة القاعدة الأولى تقول أنه لما نجمع مثل ما قلنا نضيف S للكلمة مثلا جيل جيلز دور دورز شوف هنا هاي هاي مفرد يعني دور باب واحد دورز ممكن بابين أو أكثر من بابين صارت جيت جيتز كلوك كلوك موث موث كل هذه الكلمات جمعت بإضافة S إلى قاعدة الثانية تقول أنه الكلمات العفوة أو الإسم إذا انتهى بالـ S أو X أو C-H أو S-H بواحدة من ذوله فمن الجمعة رح نضيف لـ E-S النهايتة يعني بس أبقى على الإسم ألقي أن منتهي بواحدة من ذول الإضافات اللي هي الـ S-H أو C-H أو الـ X أو الـ S راح أضيف E-S إلى نهايتها مثلا عندنا كلمة glass شوفوا بيش منتهي بالـ double S يعني S glasses عندنا البوكس منتهي بالـ X boxes watch بالـ C-H هي آتها C-H watches, dish, dishes فهذه الكلمات لما جمعتها ضفت لها E-S نهايتها لأن منتهي بواحدة من ذني الكلمات الملاحظة الثانية فيما يخص الكلمات أو الأسماء المنتهية بالـ Y شلون أجمع الكلمة المنتهية بالـ Y الكلمة المنتهية بحرف الـ Y أباوع علي قبلها يعني أشوف اللي قبلها إذا اللي قبلها حرف علة اللي هنا حرف العلة الخمسة مثلا الـ U, O, I, E, A فأضيف لها S مباشرة يعني من أجمعها مباشرة أضيف لها S بدون أي تغيير يعني ما أشوف عني كلمة day day بيش منتهية منتهية بالـ Y قبل الـ Y شنو أي اللي هو حرف علة ففقط أضيف لها S كذلك كلمة الكي keys boy, boys منتهية Monday, Mondays كل هذه الكلمات ضفنا لها S فقط هي صح منتهية بالـ Y بس قبل الـ Y كل حرف علة هنا عندي الـ O, هنا الـ E, هنا الـ A تمام؟ فبهذه الحالة أنضيف لها S فقط بينما إذا انتهت الكلمة بحرف Y قبل الـ Y حرف صحيح يعني مو علا عدداً للأحرف الخمسة فيقلب الـ Y إلى I وضيف ES يعني مثلا عندي كلمة lady بيش منتهية بالـ Y بس قبل الـ Y شنو حرف D فمن أجمع أقلب الـ Y إلى I وضيف ES فأصير ladies, babies, flies كي كل هذه الكلمات حولنا الـ Y إلى I وضيفنا ES من الريد نجمع حاليا وسبب أن الـ Y قبلها حرف صحيح وليس حرف علة طيب عندنا الكلمات المنتهية بالـ F أو الـ FE يعني أبقى على الكلمة آخر حرف من عندها F أو حرفين F E من أريد أجمعها نضيف V ES يعني أحذف الـ FE والـ F وضيف V ES أو أحول الـ F إلى V وأضيف ES يعني مثلا عندي كلمة knife طبعا هنا الكلمين اللفظ لأن كل كي وراء حرفين هنا ما يلفظ لدي كلمة knife بيش منتهية آخر حرفين من عندها اللي هو الـ FE فمن ردت أجمعها حولت الـ F إلى V وضيفت ES أو أحذف الـ FE وأضيف V ES wife, wives, leave, leaves كل هذه الكلمات لما جمعتها تبعت هذه الطريقة بس عندنا هنا شواذ شواذ يعني ما يخضعون للقاعدة يعني هم صح منتهيين بالـ F بس ما رح أحولهم إلى V E S رح يضيف لهم S ذولهم هم مات بتاع كلمة belief beliefs, chefs, chefs كل هذه الكلمات صح منتهي بالـ F بس لما حولتهم إلى الجمع ما تبعت القاعدة الأولى اللي هي V E S لأن ذولا يعتبرون شواذ زين نجي على النوع الثاني من الجمع اللي هو نحن نسميه l-irregular l-irregular plural اللي هو الجمع الشاذ الجمع الشاذ يعني رح أجمع الكلمة بس ما أضيف لها S يعني مثلا عندي كلمة man صارت man man, man رجل رجال women, women child, children طفل أطفال شوف كل هذه الجمع الشاذ يعني ما أضفنا S من جمعنا ما أكون هنا S tooth, teeth, foot, feet, goose geese عدنا كلمة oxen ox, oxen mouse, mouse كل هذه الكلمات جمعناها بس ما أضفنا S لنهايتها فهذا نسميه جمع الشاذ يعني صار عندي نوعين من الجمع جمع قياسي يعني لما أجمع أضيف S وعندنا النوع الثاني اللي هو جمع الشاذ عدنا بعض الكلمات عدنا ملاحظة هنا أنه بعض الكلمات بالمفرد والجمع لها نفس الشكل يعني هاي كلمة sheep, sheep هاي وحدة مفرد وهاي وحدة جمع رح تقول شون مليز بيناتهم بالجملة حسب الفعل المستخدم إذا كان فعل مثلا نشير إلى مفرد فره هي رح تكون مفرد وإذا كان إلى جمع فهي تشير إلى جمع فهذه الكلمات مفرد وجمع لها نفس الشكل اللي هي مثلا sheep, sheep deer, deer fish, fish dozen, dozen aircraft, aircraft اشتركوا في القناة